بدأنا الأهلي ينتخب أول مبارح كان في ضيافتنا لأستاذ حامد عز الدين كواحد من أعضاء النادي الأهلي القدامة الكبار واللي راصد عن كثب كل تطورات العملية الانتخابية في النادي الأهلي ثم كان ضفنا بالأمس الدكتور سعد الشالة بالمدير التنفيذي للنادي الأهلي اللي بيدير هذه العملية بكفاءة عالية جدا وبحيادية تامة بس اللي أنا يمكن عرضه الدكتور سعد وبنأكد عليه انشغال النادي الأهلي بالعملية الانتخابية اطلاع مجلس الإدارة بالترتيب للعملية الانتخابية أيضا كمرشح بكل رئيس مجلس الإدارة مرورا بكافة أعضاء المجلس كمرشحين في العملية الانتخابية ده أبدا ما خلهمش ينسوا مهام عملهم اليوم في النادي بالعكس دولاب العمل في النادي الرياضي والثقافي والاجتماعي والإنشائي يسير جنبا إلى جنب بشكل متوازي جدا بجانب الشأن الانتخابي وترتيبات الجمعية العمومية الكل بيتابع النشاط الرياضي باهتمام شديد جدا مجلس الإدارة بيواصل عمله لغاية اللحظة الأخيرة وانعقاد الجمعية العمومية وأعتقد في المتابعة طبعا بالشأن الكروي والأعضاء مجلس الإدارة مع كل أعضاء النادي مع جمهير الأهل في كل مكان النهاردة مشغولين بالاطمئنان على فريق كرة القدم وهو يتأهب لخوض مباراة القمة 123 بكرة في الثامنة مساء إن شاء الله مع نادي الزمالك في أستاذ القاهرة المجلس طبعا مهتم جدا بمؤذرة الفريق ومساندة الفريق بدعم الفريق بكل ما أوتي المجلس من قوة علشان يواصل الأهل انتصاراته بما يسعد جماهيره وأيضا يسعد أعضاءه يمكن في الشأن الانتخابي أيضا في الترتبات الدكتور سعد شالة بن برح عرض لكم شكل الخيمة الانتخابية اللي هتجرى فيها العملية الانتخابية ابتداء من يوم 26 نوفمبر الحالي إن شاء الله ابتداء من السبت بعد غد حيتم إخلاء ملاعب الترتاني اللي في الجزيرة اللي هتقوم مكانها الخيمة الانتخابية اللي حضراتكم شايفين رسم المكتة لها واللي صممت علشان تسع أكبر عدد من السادة الأعضاء وأيضا يمكن روعية في تصميمها كل الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد الصحي بالإضافة إلى تسيير وتسهيل عمليات الدخول والخروج منها وإليها علشان يكون فعلا المسألة فيها كل التسهيلات للسادة الأعضاء كمان أعتقد حضراتكم الفرص حضور الأعضاء هيكون في حفلات لنقل الأعضاء من مقرات النادي سواء في مدينة نصر أو في الشيخ زايد إلى المقر الرئيسي في الجزيرة اللي لايحت النظام الأساسي بتنص على وجوب إجراء الانتخابات في المقر الرئيسي أعتقد حضراتكم فاكرين كان دايما وأبدا مع كل انتخابات يتقال طب ليه ما تتعملش لجنة هنا ولجنة هنا للتيسير لا هي الجمعية العمومية بتنعقد في مكان واحد أولا وفقا للليحة وثانيا لأن الانتخابات ده بند من ضمن بنود جدول الأعمال في بنود أخرى في جدول الأعمال تلزم الإنعقاد وتلزم الإجتماع وتلزم المناقشة منها منقشة الميزانية ومنقشة الحساب الختامي وكل ما يطرح على الجمعية من ترتيبات أو من بنود وبالتالي المسألة تحتاج ضرورة الانعقاد في مكان واحد فعلشان كده كل التسهيلات اللوجستية بيتم الاستقرار عليها تماما لاستقبال أعضاء النادي الأهلي لهذا الانعقاد المهم اللي حينتج إن شاء الله مجلس إدارة جديد يقود النادي في الدورة من 2021 علينا وعليكم بخير لـ 2025 بإذن الله